الموجز الرياضي أهلا بكم أعلن رئيس رابطة الدور السعودي للمحترفين ياسر المسحل استقالته من منصبه مع بقائه كنائب لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكان أعضاء الرابطة قد طالبوا خلال خطاب رفعوه إلى اتحاد الكرة بتشفير مباريات الدور كما تم خلال الاجتماع الطلب من الأندية برفع توصية للاتحاد حول عدد طواقم الحكام الأجانب لكل فريق مع محاولة لتخفيض رسومهم قرر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركيا للشيخ ضم اللاعب الدولي محمد نور لعضوية لجنة استقطاب المواهب الكروية لمواليد المملكة المقيمين يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية تضم كل من محسن الجمعان وفؤاد أنور وحمس إدريس ونواف التميات ومحمد شيلية حيث بدأت مهامها بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة واستقبلت أكثر من خمسة ألاف موهوبا وتم اختياره سبعين لاعبا في مختلف المراكز كما تم تمديد فترة الاستقبال نظرا لكثافة الإقبال لأشمل منطقة الرياض والأحساء وجازان وستنتهي اللجنة مهامها في الرياض على أن تتواجد في الأحساء نهاية الإسبوع الحالي أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من المدير الفني بوزا للمشاركة في المعسكر الداخلي والذي سيقام في مدينة الرياض خلال شهر أكتوبر الجاري ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الأعدادي للأخضر استعدادا لمشاركة في كأس العالم 2018 وسيخض المنتخب السعودي خلال المعسكر مواجهتين والديتين الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه وسيكون يوم غد الأثني موعدا لتجمع اللاعبين في الرياض وشهدت القائمة انضمام المهاجم هزاع العزاع لأول مرة وكذلك عودت أحمد الفريدي فيما شهدت غياب الحارس وليد عبد الله ونواف العابد وفهد المولد خرج مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز بتصريح مقتضب ومثير للتساؤلات وذلك بعد نهاية مباراة فريقه أمام القادسية في الجولة الخامسة من الدور السعودي وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة اكتفى المدرب بالقول ليس لدي الرغبة في الحديث عن المباراة اليوم وأضاف سأستمر مع الفريق حتى نهاية دور أبطال آسيا بعدها سأفكر بإكمال عقدي أو الرحيل وبعد هذا الحديث غادر المدرب مقعده في المؤتمر الصحفي حافظ الهلال على صدارة الدور السعودي بعد نهاية الجولة الخامسة بعد أن حقق فوزا صعبا على القادسية فيما صعد الأهل للمرة الأولى للمركز الثاني المزيد في التقرير التالي بقي الهلال ثابتا في صدارة الدور السعودي للمحترفين بثلاثة عشر نقطة بعد أن حقق فوزا صعبا على القادسية مع ختم مباريات الجولة الخامسة والتي أسفرت على تقدم الأهل للمركز الثاني بعد أن تغلب على الرائد بخمسة أهداف وحقق النصر فوزا صعبا على حساب الشباب بهدف وحيد في لقاء لم يرتقي للمستوى المأمول فيما تراجع الباطن للمركز الثالث بعد انتعادل مع الفتح بدون أهداف في لقاء متوسط المستوى وشهدت الجولة أيضا تقدم مهاجم الأهلي عمر السومة إلى صدارة الهدفين برسيد خمسة أهداف فيما خطف مهاجم الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو المركز الثاني في سلة مترتيب الهدفين بأربعة أهداف أكدت بصادر إعلامية أن عدارة نادي الرائد اقتربت من إقالة مدربها الجزائري توفيق روابح من منصبه بعد النتائج الغير مرضية للفريق والتي كان آخرها خسرته مساء أمس أمام الأهلي بخماسية ولم يتمكن روابح من تحقيق أي فوز مع الفريق خلال الخمس جولات الماضية مكتفيا بتعادل وحيد وأربع خسائر جعلت من الفريق يقبع في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة وفي حالة إقالته سيكون هو الثالث هذا الموسم بعد سامي الجابر ومدرب الشباب البرازيلي ريكارد جوميز المدير الفني للنصر في مباراة غابت عنها الجماهير واصل فريق برشلونة صدارته للدور الأسباني بعد فوزه على ضيفه لاس بالمس بثلاثة أهداف دون رد وجاءت أهداف البرشا عن طريق سيرغو بوسكت في الدقيقة التاسعة والأربعين بينما أضاك ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين السبعين والسبعة والسبعين ويأتي غياب الجمهور بسبب أجواء الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا والذي أسفر عن إصابة المئات في مواجهات مع الشرطة وخشث أن تمتد الاشتباكات للملعب ترجمة نانسي قنقر